اختصارا لسؤالك ستأخذ السعودية مصلحتها وستعمل السعودية وستشتري السعودية مصلحتها أين كانت وأين ما كانت وهذه نقطة في آخر السطر الموضوع ورغم بعد الأوكراني الجغرافي عن المملكة العربية السعودية عن منطقة الخليج إلا أن المملكة العربية السعودية وجدت نفسها في عين العاصفة حتى الآن وأرى كمراقب أنها تدير هذا الموضوع حتى الآن بشكل ناجح جدا وتمكنت من قطف ثمار هذه المعتركة الذي يجري ما بينه روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقادي أن الاستراتيجية السعودية قائمة على امساك العصى من المتصف بشكل حيادي تام وأكد على ذلك نتائج زيارة وزير خارجي الروسي اليوم التي اختتمت قبل الساعات أكدت على موضوع مهم جدا على استمرار الحيادية الخليجية وهذه نقطة أعتقد أن الروسي يدركونها تماما ويدركون أيضا أن هناك علاقات استراتيجية تاريخية للمملكة العربية السعودية ثمار هذه العلاقات وأرى أن السعودية لا تزال تتمسك وبشكل جيد بهذه العلاقات وتعمل على معالجتها وتعرف أن العلاقات هي علاقات سعودية أمريكية وليست سعودية حزبية أو سعودية مع رئيسيتي ويذهب وهذا سر بقى هذه العلاقات الاستراتيجية النقطة الأخرى أيضا وهو مدى هل ستكون السعودية مع الروس أو مع الأمريكان في اعتقادي أن ما سيحدد ذلك هو المصالح المنطقة وأمن المنطقة اليوم خرج دول مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد عنوانه الحيادية بكتأكيد الحيادية الإيجابية لصالح المجتمع الدولي وليس لصالح دول مجلس التعاون فقط لأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نفسها شريك أساسي في تحمل أعباء تبعات هذا الصراع الذي وجد العالم نفسه فيه جراء أخطاء الناتو جراء أخطاء الدول الأوروبية أخطاء الدول الغربية وجراء أيضا أن روسيا تقول أن تريد أن تحمي أمنها أجو سياسي لكن أقول أن العلاقات السعودية الأمريكية أو السعودية الروسية تمكنت المملكة العربية السعودية من أن تبني علاقات متوازنة علاقات تاريخية محمقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات جديدة ومحمقة أيضا مع الروس بشرط أن لا تكون هذه العلاقات على أنقاض تلك العلاقات النقطة الثالثة أيضا ونحن نستعد لإستقبال فقامة الرئيس جو بايدن أعتقد أنها ستكون زيارة مفصلية زيارة مهمة جدا من شأنها تبحث ملفات موضوعية تهم المنطقة تهم المنطقة تهم المستقبل للمملكة العربية السعودية لا نعول على زيارة لأجل الزيارة أعتقد أن السعودية تعدت هذه الخطوات لكن نعول على نتائج هذه الزيارة ما سيبحث في هذه الزيارة من نتائج الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها وهي نقطة مهمة جدا في رأيي أن السعودية تريد البناء على تجديد العلاقات التاريخية التي بنيت في الأربعينيات القرن الماضي اليوم نريد أن يكون هناك اتفاق جديد يتناسب مع القيادة السعودية جديدة مع النفوذ السعودي الجديد مع القوة السعودية المؤثرة اقتصاديا وإسلاميا ثم مع الملفات المهمة التي تتصدى لها المملكة العربية السعودية لذلك الزيارة لن تقتصر على مسألة النفط ولن تقتصر على مسألة الطاقة في رأي أنها ستكون منفتحة على كل الملفات بما فيها أيضا العلاقات دعني يسميها العدائية من النظام اللي راني تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه دول المنطقة هناك نقاط كثيرة حقيقة أعمل أن نأتي عنها بكل تأكيد دعني أنتقل